وتبادل على الاخر وتمطرتش في كل حتة. بعد ما حصلت اشارة بالنانا و يوكا واكتشفنا ان يوكا كانت بتتحكم بالجثث وشينج كان ميت من الاساس يا خبر. لو شبتت ملا في كوه عشت لسنانا هربت من الكوخ وبغدت يوكا. ينهر السوح لو اجبرت على الذهاب معها للجرف. وخلصت عليها. يا لهوي. البنت دي دي سفاح حرفيا. وبعد فترة نانا قابلت هابو في الغابة. وقالتها هي كمان. ورجعت للمدرسة وعملت نفسها غلبانة. وقالت لكويا ان يوكا اقرت من الجرف. وبتاخد مجموع من الطلاب لمكان الحادث. بس كويا شك فيها بالزيادة. ورجع معها لما ساكن الطلاب. بس فجأة سمع صوت صراخ بنت جاي من جوة. والصدمة جثة كوري مرمية قدامهم. ينهر الزراء. كويا تولى التحقيق في الجريمة كالعادة. واستنتج ان نانا هي اللي ازلتها. وكانت مصيبة عليها. ونانا طبعا انكرت. بس كويا تحول للمحقق كونان. وحكى تفاصيل الجريمة بالكامل. ولكن للأسف ما يدرش يلاقي اي دليل للجريمة. عشان نانا تخلصت منه بالكامل. وكويا بيضطر يعتاد لها في الاخر. وبعد فترة في شخص غريب تنكر على شكل ميتشرو. وغفل نانا بس نانا هزمته بالسهولة. ولكن الشخص ده اخده لكاف غريب. وحكى لقصته. وانه كان عايش على الجزيرة دي منذ زمن بعيد. وفي مزارة حصلت بين زمايله من فترة. هو كان الناجي الوحيد منها. بس نانا غفلته وسممته في الاخر. يا خبر. البيت دي مش سهلة. ولكن المفاجأ. الشخص ده برضو مش بيموت. لانه طيلة بيستنسخ موابع الاشخاص كمان. يا لهوي. يا ترى الا يحصل في الجزيرة المجنونة دي يا صاحبي. ولو لزا ما شفتت الاجزاء اللي فاعدت تقدر شوه من علامة الايلي فوق او الكومنتي تحت. ويالله كده خالينا نطلق. لاتس كو. فالمهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بعد تشترك وتفعل زر الجرس. ويالله كده خالينا نطلق في حكاية اليوم. حكاية من اجمل رواية. لاتس كو. حكاية من اجمل رواية. لاتس كو. كين بيمسك تليفون نانا وبيسألها. انت اتصلت بمين دلوقتي؟ نانا بترد عليه. انا مش هقولك. ويتا تستنسخني وتعرف كل حاجة عني. بدون ما اقولك حتى. جين مش بيرد عليها اساسا. وبشوف عبارة غريبة في التليفون. وهي معدل جرائم القتل. بس فجأة انا بتهرب من الكهف. وبتقول اني لازم احذر الطلاب بسرعة. وقولهم ان الشخص ده عدولة البشرية. فجأة جين بيستخدم قوية موجو. وبيرمي كرة لها بعملاق عليها. ما باهدلت حرفيا. جين بروح ليها بقولها معلش. بس انا مش باهدل اسيطر على قوة الشخص اللي بستنسخه. وصحيح. انا شفت العبارة اللي على تليفونك قبل كده. وكانت مع بنت زميلتنا. وقالت انها فارسة من السماء. وجاية تقضي علينا احنا الشياطين. بس مادت في الاخر. مأساة. وشكلها كانت من فريق. صح ولا ايه. لانا بترد عليها طب ليه ما تقتلني يعني وتستخدم موهبة يوك عشي تعرف كل حد من ذكرياتي. لكن بيرد عليها انا قلتلك اني مش عايز اقتلك. عشان ما تحصلش فوضة في المكان ده. وصحيح. انا قلتلك على الماضي بتاعي. دلوقتي دورك عشان تقول الماضي بتاعك لي. وفي المقابل هستيبك تمشي من هنا. انا بتقوله طيب. هقولك على كل حاجة. انا كان عندي ابو وامو واخ كبير. بس اخويا مشي من البيت. وانا صغيرة ومش فكرة اساسا. وابوي وامي اتقتلوا على يد اعداء البشر. اخي الاحزان. وبيغم عليها في الاخر. جيبولانا اديك نصيحة واحدة. بما انك كشفت عن الماضي بتاعك. والنصيحة هي انك لازم تخلي بالك دلوقتي. لان الجزيرة دي مليانة طلاب يمتلكوا مواهب مختلفة. وفي فوضة جاية جاية لا محالة. يا خبر. لان الجثث بدأت في الظهور. وكل شخص هنا هيخاف على حياته. ويحمي نفسه ما ما حصل. بس هنا انا ما كانتش معها اساسا. وبيغم عليها في الاخر. جن بيشيلها وبودها لابد الطلبة. بعد فترة انا بتفوق بتلاقي جنبها. متشرو فرحانة. انت صحيتي اخيرا انا كنت الان عليكي. انا بتسأله وانا فين دلوقتي ومين اللي جابني انا وان اللي حصل. بترد علي انا لقيتك مجروحة. وحالتك باللطأ. وكنت مرميه على الباب. فشلتك وعلشتك بسرعة. بس في حد غريبة حصلت. لان مبارح كنت رايح لمدرسة. وفجأة جالي نحس غريب. ونمت لحد بالليل. ولما صحيت الطلاب قالوا لي انهم شافوني في المدرسة. بس انا كنت نايمة. ازاي ده حصل. وبين كده اني عدو البشر كان مستنسخ شكلي. وكان عامل فيها انو انا. ان انا بترد عليها اه انا لاحظت العدو ده. ورحت وراه. بس هو هجمني وباهداني حرفيا. كدابة كدب الابل البنت دي. متشرو بتقولها انت الحقتي لحالك من غير مساعدة. انت مش خايفة منهم ولا ايه. انا بترد عليها. مستحيل اخاف من وحوكه زي دي. وانا يخلص عليهم ما ما حصل. متشرو مصدومة. انت شجاعة وجريء وبطلة وسطورية واي تطبيل وخلاص. المهم ان انا بتقولها انا بحقد على الوحوش دي. لانها اتلت ابويا وامي. بس فجأة متشرو بلقى التعيط. وبقولها اسف اني فكرتك بالماضي الحزين بتاعك. البيت دي غلبانة يا صاحبي. المهم بعد فترة متشرو بقول لان انا لو عايزة تقولي لي على اي حاجة انا هاسمعك وهو سيكي. انا بتقولها طيب زمان لما كنت صغيرة في حرامي دخل البيت. واتل ابويا وامي ميتشرو مستغربة. حرامي طيب مش مش هو كان عدو للبشرية. ان انا بترد عليها ايوة. هو كان عدو للبشرية بس كان متنكر على شكل حرام يعني. يا سلام. بس كل ده كان بساوي. ميتشرو مستغربة ازاي بساويك يعني. انا بتقولها انا تعبانة وعايز انام دلوقتي. وفعلا ميتشرو بتسيبها وبتمشي. تاني يوم المدرسة بتعمل جنازة ليوكا وكاوري وهابو. والاستاذ بيقول له طلاب انا كلمت المسؤولين. وقالوا نواقف الدراسة دلوقتي. لحد ما سابنت الامدادات توصل. كوي بيقول له انا عايز اكلم المسؤولين دول. لما يكلموك تاني. المدرس بيصرخ فيه. ولا شغال عند اهلك ولاش? بس كوي بيقول له خلاص اتفقنا. يا اخي بالسرعة دي يعني طب يديله فرصة حتى يتكلم. بس دينا انا قاعدة سرحان اصلا ومش معاهم. وبتفتكر مضيها لما المحاققة سألتها. هو انت سبت شباك قطك مفتوحة من الحادثة ولا لأ. انا قتلها تقريبا انا نسي تغفره. المحاققة بتقول لها يبقى كده المجرم شكله دخل من الشباك بتاعك. وقتل اهلك. لانا انصدمت حرفيا وعرفت انها كانت دي السبب في موت اهلها. اخي الاحزان. وبتبص جنبها كده فبتلاقي ميتشرو بتتنفس بصعوبة. وتسألت انت كويسة يا بنتي. مش اللي بترد عليها. انا تمام. بس ازعلان اني ما اددش انقذ يوكا. وباقي الطلاب. يا السلام. البنت دي فاكرة نفسها بطلة دي القصة والوية على اللح كايتها اساسا. بعد فترة ان انا بترجع لقضتها. وبتفتكر ان كل الطلاب اللي كانوا بيبتلك موايبها تفضحها. خلصت عليهم بسهولة. الا شخص واحد. وهو جين. جيني بيظهر وراها. لانا بتقولوا ان انت ليس بتنبي جروحي كده. وما استخدمتش قوة ميتشرو عشان تعالجني. جيني بيرد عليها. انا فعلا بقدر استخدم مهوبة الاشخاص اللي بنسخهم. بس بعاني من نقطة ضعفهم برضو. يعني لو استخدمت قوة ميتشرو عشان اعالجك. ده ينقص من عمري جامد. لانا بتقول له طيب تمام. بس ممكن تجيب لي تليفوني بقى عايز التليفون بتاعي. جيني بيرد عليها ما تخفيش. انا هرجعوا ليكي. بس بشرط واحد. انك تقولي لي على حقيقة الاشخاص اللي بعيتوك الى هنا. فجأة في خليني ادخل عايز اتطمن على الجرح بتاعك. وبتدخل فعلا. وبتلاقي قطة هناك. وضل عاجين غير من شكل لشكل قطة. يا سلام. اصر عادية صاحبي. مش شروع بيقول لان انا اول مرة ادخل قطك والقطة نظيفة كده. صح ولا ايه? لانا بيقول لها انا سمع صوتك الداخلي. وانت عايزها تسأليني عن طفولتي. صح ولا ايه? مش شروع بترد عليها ايوة بالزبط. كشفتين يا خلبوسة. انا فعلا عايز اسمع القصة بتاعتك. انا بتقول لها لا مش هولك. لانك ممكن تكرهيني. مش شروع بترد عليها. لا لا مستحيل. مستحيل اكراهك. احنا احز اصحاب واكيد هتفهم كلامك. والقطة كمان بيتمومة. يعني عايزة تسمع القصة. مش شروع بتقول لها حتى شوفي القطة عايزة تسمع قصتك. يعني يعني احكيه لنا بقى. انا بتقول لها نفسها اكيد هييموت ويسمع القصة الخلبوس. وبتحكي لهم فعلا على كل حاجة. انها لما كانت صغيرة كانت بتلعب شترنج وشوقي وبنك الحز وكل العابي الزكاء. بس ما كانتش بتنظف قدتها خالص. وفي يوم من الايام بعد ما ابويا وامي ناموا اتسللت من شباكي لبرا البيت. عشان اشترشوا كلها ايطة. ولما رجعت كنت تعبانة خالص ونمت من غير مقفل الشباك. وابويا وامي كانوا بينبهوني اني دايما انضف قدتي واقفل الشباك بتاعها قبل المنام. بس انا بكسل يعني بيش بيسمع كلامهم. وتاني يوم صحيط بس الدنيا كانت هادية. البيت كان هادية خالص مفيش ولد دوشة حتى. والموضوع كان شكله غريب الصراحة. فراحت اشوف ابويا وامي والصدمة. لقيتهم متقطحين شورمة. وريحت الدم مالي المكان. اخ يا الاحزان. يعني كده مهتم بسببي. بس اسمعت في التحقيق ان الحرامي اللي قتل ابويا وامي دخل من الشباك بتاعي. يعني انا كنت السبب فعلا في موتهم. انا اللي قتلتهم. ميتشرو بتمسك ايديها وبتوسيها. يا سلام يا صداخة. تاني يوم نانا بتصحى وبتلاقي ميتشرو سرحانة كده. فبتلا تطمن عليها. بس كويا بيجي ليهم وبيسأل ميتشرو. هل كنت هنا مع نانا طول الليل ولا لا. ميتشرو بترد عليه. ايوة انا كنت بايت معاها يعني. ما سبتاشي خالص. كويا بقول لهم تمام تمام. يبقى تعالوا وراها. وبيروح معها فعلا. وبيوصلوا لبقية الطلاب. والمفاجأ الصادمة. في جثة قدامهم. يا لهوي. هو اللي حصل هنا. لانا زيت نفسها مصدومة. بين كده ان في قاتل تاني هنا على الجزيرة الملعونة. كويا بيقول لهم الضحية اسمها ريوليو. واتقتل بطريقة بشعة. وبيسأل موجو. انت كنت فين مبارح. موجو بيرد عليه. مين? مين? انا? انا ما عملتش حاجة والله. وتريبة دقت بيا. كويا بيقول له عشان قطك كانت جنب قضة الضحية. وممكن تكون سمعت حاجة اثناء الجريمة. موجو بيرد عليه للأسف. ما سمعتش اي حاجة. لان كنت بقول خطاب تحفيزي للثلاث خرزانات دول. والثلاثة بيقول لك ايوة دقاعة خمس ساعات يرغي. لحد ما ركبنا بقصت خربت. وكله كلام فاضي. كويا بقول لهم بما انكم كنت معها. فكل واحد انكم يقول موهبته كده. اول واحد بقول لهم قويته هي تغيير الاصوات. وتاني واحد بيتكسف خالص وبيطيح على الارض بدون اي حركة. الكون ان صدم. انت كويس يا ابني. بس بيسمع الصوت جاي من الحمام. والشخص ده بيتحرك. بقول لهم قويته هي اني بقدر اخلي روحي تطلع من جسدي. يا سلام. والثالث بيمسك الساعة وبفعل قدرته. وهي المغنطة. لانه بيقدر يخلي جسمه شبه المغنطيس كده. وانا انا بتسأل كويا مش ممكن يكون ريوغو كان مقتول يعني من كم يوم كويا بيرد عليها. لا لا لا. ده كلام فاضي. لانه شفت اليوغو مبارح وكان فيه جنازة يوكا. والجريمة دي حصلت اليوم. بعد الجنازة دي. لان زمينته كانت جاية لي. عشان يروح المدرسة مع بعض. بس لقته مقتول قدامها. مش كده ولا هي يا فوكو. فوكو بتقول لهم فعلا. انا جات عشان اروح مع المدرسة. لانه صاحبته كده. كوي بيقول لها مش احنا اخدنا اليوم من مدرسة. لقيت بقى تاخدي. فوكو بترد عليه. انا وريوغو صاحب من زمان يعني. وتعود تقيله كل يوم عشان اصحيه. كوي بيقول لها طيب بس ايه هي موهبتك. فوكو بترد عليه لو عايز تعرفها تعال برا. عشان مش عايز تصيب اي حد هنا. وفعلا بيطلعوا برا. فوكو بتقول لهم موهبت هي اني بقدر اتحكم بالهواء. واقطع اي حاجة بي. كوي بيقول لها طيب اضربيني كده باقوى حاجة عندك. فوكو بتقول له انا خافي عليك بس بيرد عليها ما تخفيش. موهبتها تحميني. وفعلا فوكو بتحرك ايديها هوا يا هوا وبتهاجم كوي والصدمة. فشخاته حرفيا. كوي تبادل على الاخر. وده مطرتش في كل حتة. بس كوي بيعالج نفسه طبعا. ولا كان في اي حاجة حصلت. ولا انت ليه ما استخدمتش قوتك داخل الاوضة. فوكو بترد عليه. انا لازم اكون في مكان مفتوح عشان اقدر استخدم قوتي كويس. كوي وانا بيفتكروا انه يشوب باك ريودو كان مفتوح. وبيشكوا انها ممكن تكون استخدمت قوتها وقتلته بسهولة. بس المدارس بيدي وبيقول لكوي المسؤولين على الخط. تعال كلمهم بسرعة. وكوي بيروح معا فعلا. بعد فترة انا بترجع على اوضة ريودو عشان تتحقق منها. بس بتلاحز ان متشرو سرحانة. فبتشك انها ممكن تكون شافت حاجة لما باتت في قضتها. لانها كانت سرحانة هناك. بس متشرو بتسألها. انت هتعمل ايه بعد ما تخلصها على اعداء البشر دول. ان انا بترد عليها ممكن ادخل كله يعني. واكمل الدراسة بتاعتي. يا سلام يا الاجتهاد. بتسألها وانت تعمل ايه لما اطلع من الاكاديمية دي. مش رب ترد عليها ان هتخل كلدي الطب عشان اصير دكتورة طبيبة. وعالج الناس زي ابويا. يا سلام. هم دولة صحبة الصالحة يا صحبي. من زي اصحابي اللي اقصى طموحهم بيفتعوا كشك اندومي. حاجة مأساس صراحة. مشاريعهم كلها فاشلة. ماشي اللي بتقول لها. انت ممكن تعيش معي في المدينة. لان عندنا شقة رخيصة. او ممكن تعيش معي في البيت يعني. وابويا وامي هيرحبوا بويكي. ويعتبروكوا زي بنتهم. بس ان انا بتتعصب جامد وتنمي الطبق. وبتنصرخ فيها. اظن اني قلت لك عن موت ابويا وامي. صح ولا ايه. ميتشلو تجمدت مكانها. حرفيا مش قادرة تتحرق. وان انا بتمشي في الاخر. اوفي الاحداث. بعد فترة ان انا بتكون نايمة على السرين. ويتفكر معقولة. معقولة تكون ميتشلو لقت حاجة في قطي فعلا. وكانت بتستجوبني عشان تلاقي اي دليل ليدانتي. بس بتلاقي الباب يخبر. وطلع المدرس. بقولها اللبس ده من ميتشلو. عشان اللبسك اتقطع. نانا بتاخد اللبس منه. وبتقوله شكرا لي. بس تتنصدم. استنى ثواني. انا فاكرا ان علبة السم كانت في لبسي القديم. ونسيت خبيها. وفي المصيبة. ده كده ميتشلو لقاتها. لما كانت بتعالجني. وعشان كده كانت صراحانة طولي اليوم. عشان تكشف هويتي. يا لهوي. انا كده وقعت في مصيبة. ولو ميتشلو راحت لكويا. انا خلاص. انا ضعت. انا هنفضح لانها تقوله على العلبة. بس يفجأة كويا بيجي ليها. بقوله نانا كانت عندي من شوية. وعايز اكلمك في موضوع كده. يا نهار اسباح كده نانا تكشفت بالكامل. كويا بقول لها هل انت عاملة مشكلة معاها ولا ايه? لانا قاتل عشان تتكلم معي عن موضوع. بس غيرت رأيها ومشت. لانا بترد عليه لا لا ما فيش حدا بيننا. واحنا لسه حبايب واصحاب. كويا بقول لها طيب تمام. المهم تعالي معي عشان نستجوب فوقه. انا بتستريح شوية وبتفكر بين كده ان ميتشلو لسه مترددة في فطحي. وانا لازم اتصرف معها بسرعة. واخلص عليها. وبتقول لها كويا طيب انا اغير كده واني معاك. والمدرس بقول لها كويا السلطات التي هناها تبعت مسؤول معين ده عشان يحاقف في الاحداث اللي حصلت هنا. كويا بقول له ممتاز ممتاز. لانا اكبر حدد من الطلاب قبل ما يجي هنا. يا لهوي يا اخي البنتي سفاحة عرفية مش بتحرم. لانا وكويا بيرحوا لقودة فوكو. وكويا بيسألها انتو كنت فين بعد جنازة يوكا. فوكو بترد عليه انا رجعت لقودتي بعد الجنازة يعني. وصاحبتي قادني على الساعة 12 كده. واعدنا مع بعض لحد الصبح. كويا بقول له طيب انا اروح اسأل صاحبتك دي وبيمشي فعلا. فوكو بتعيط. وبتقول لان انا ارجوكي ساعتيني عشان انتقم من عدوي اللي قتل اليوكو. ان انا بترد عليه ما تخفيش. انا اعمل كل حاجة عشان انتقم ليكي. يا سلام يا غي. انا صعبة. انا صعبة. البنت هذه هي القاتلة اساسا. وبتمشي. كويا بيسأل نانا هل لاحظت اي حاجة غريبة في افكار فوكو? ان انا بترد عليها للاسف. ما كنتش مركزة كويس. بس مستحيل تكون القاتلة. لان جنازة يوكا خلصت على الساعة سبعة بالليل. وبعدها موغو فضل يرغي خمس ساعات لها ده الساعة 12. ومسحيل طبعا القاتل يهاجم ريوكو في الوقت ده. لان موغو والطلاب هيسمعوه. وفوكو قالت ان صعبتها قتلها الساعة 12. فضل لحد الصبح كده. وبين انها بريئة يعني. كويس بيرد عليها بس ممكن يكون القاتل استغل دوشة موغو وقتل وقتها. لان احنا عارفين ان ريوكو بينام الساعة 11. ودثته كانت مرمية على الشباك والنور كان شغال. معنى كده انه اتقتل لما كان صاحي. لانها بترد عليه بس ممكن يكون القاتل اتسلل من الشباك لما ريوكو كان نايم. وشغل النور عشان يشوفه. كويس بيرد عليها مستحيل يكون حصل الكلام ده. لان كده القاتل هيكون غبي لدرجة ان يشغل النور. وكده ريوكو هيصحى عليه. لانها بتقوله طب مش ممكن يكون ريوكو شغل النور وشاف القاتل بيهاجمه. فحاول يهرب من الشباك. كويس بيقول لا ده مستحيل برضو. لان موهبة ريوكو هي تصغير حجمه. وهو بيقدر صغير حجمه ويختفي. ولو هو شاف القاتل. كان هيستخدم قويته ويصغر نفسه بسرعة. بدل ما يهرب يعني. وده بخلينا نشك في فوكو. لان لو ريوكو شافها مش هيخاف منها. ومش هيستخدم قويته. وانا هامشي دلواتي. وايدامع بقية الاذلة. عشان اتحقق من فوكو بالكامل. وبيمشي فعلا. لانا بتقولها نفسها دلواتي ان لازم اتأكد من متشرو. وبتروح لها فعلا. وبتدخل قضتها. بس بتلاقي انه متشرو في الحمام. فبتدور في قضتها عشان تشوف متشرو لقت ايه? لما كانت في قضتها يعني. وبتلاقي مذكرة بتاعت متشرو على الطرابيزة. فبتبعد تقراها. وطبعا متشرو كاتبة فيها كل الاوقات الحلوة اللي قضتها مع نانا. يا اخي متشرو دي فكرة نفسها عايشة في كوكب زمور ده والله. بس فجأة جين بيظهر وراها. ومعها علبة السم يا خبر. انا بتقول انت عايز ايه دلوقتي ها? بيرد عليها ما تخفيش. انا جاي هنا عشان ادي لك تلفونك. وعلبة السم دي كمان. بس صحيح. اذا مش ملاحظة ان زعبتك دي اعدت فترة كبيرة في الحمام. اف يا الصدمة. لانا تجملت مكانها حرفيا. وبتروح بسرعة تفتح الحمام. والمفاجئة متشرو مرمية في الحمام. ومش تتحرك نهائي حتى. يا نهاري السويح. لانا بتروح لها بسرعة وتشوفها عايشة ولا لأ. بس طلعت لسه عايشة. لانا بتستريع شوية وبتفكر ان لو زبتها كده هتموت. بس لا انا مش هسيبها تموت دلوقتي. وبتشيلها بسرعة وبتحطها على السرير. متشرو بتتنفس بصعوبة. وشكلها مش هستحمل. لانا بتقول انا لازم اشوف لها اي دو بسرعة. وبتروح للمدرس وبتقول له متشرو اتعبان خالص. وانا عايز الدكتور حالا اللي موجود هنا. عشان نكشف عليها. المدرس بيرد عليها للأسف. الدكتور مش من الجزيرة دي. لانا بتلاحز ان المكتب فاضي اصلا. وبين كده المدرسين مشوا من الاكاديمية هما كمان. يا خبر. دولة شكلهم هاربوا من الجزيرة. وشكل الاحداث هتولع يا برو. المدرس بقول لها ممكن تروح تشوف كويا وتاخد منه دواء. وفعلا ان انا بيتروح لكويا ولقاته عمالي شرح في جثة اليوغو. يا الله قوي تطلع مجنون كمان. كويا بقول لها انا مش فرض دلوقتي. وهجيلك كمان شوية. انا بترد عليه لا مش هينفع استنى. لان ميتشرو تعبان خالص. بقول لك ايه هات اي دوة من عندك وخلاص. عشان ادي ليها. وفعلا بتاخد دواء منه وبترجع على ميتشرو. وبتدي هات دواء. بعد فترة كويا بيدي وبيكشف على ميتشرو. ولها هي خفت شوية دلوقتي. بس لازم تفضلي معاها. عشان ما تحصلش اي حاجة ليها. وان انا بتوقف جنبيها فعلا. كويا بيسألها يا ليه قوضة ميتشرو متوسخة كده. انا بترد عليها عشان يكون بدور على هدوم ليها يعني. لانها كانت في الحمام. كويا بلاحظ ان الدرج كان مفتوح. ده مستحيل اصلا يكون فيه هدوم في الدرج. بس بيمشي في الاخر. بعد فترة كويا بيكمل بحث في غرف الطلاب. اللي كانوا بيسمعوا خطاب موغو. بس مش بلاها اي حاجة عندهم. فبيضطر يمشي في الاخر. تاني يوم نالت تستنى ميتشرو تصحى. بس في حاب بيجي ليها وطلعت فوكو. بتقول لها شكلك تعبانة. وتممكن تريح شوية. وانا اعتني بميتشرو. انا بترد عليها لا 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 انا كويسة. وافضل معها. فوكو بتقولها طيب. وبتمشي في الاخر. انا بتفكر هل ممكن تكون ميتشرو شافت حاجة فعلا عن فوكو. وهي بتوتر يوجو. وفوكو جاي تخلص عليها فعلا لانها شاهد على جريمتها. شكلي كده الموضوع كبير. بس للأسف مش هتأكد من ده غير لما ميتشرو تصحى. وبعد فترة ميتشرو اخيرا بتفوق. وانا فرحانة. كويس كويس انك صحيت دلواتي. بس اللي حصل ليكي. ميتشرو بترد عليها. اخر حد فكرها ان في قططين وصلوا ليها. واحدة منهم كانت مجروحة على الاخر. وانا علاجتها. لانا بتفكر ده شكله جين الخلبوس اللي يجا ليها. ميتشرو بتكمل. بعدها حاست اني تعبا نفحت. فراثة اخد دش كده عشان افوق. بس اغم علي في الاخر. انا بتستريح. يعني كل ده كان بساء بيستعمالك لقوتك. يا دي مصيبتك يا شيخة. ميتشرو اللي فاتت. بس هل ده كان بساء بقوتك ولا ايه. ميتشرو بترد عليها. ايوة. انا بدأت احس بارهاق شديد اليومين اللي فاتوا. عشان بستخدم قوتي. ان انا بتستريح. وبتقول له نفسها البنت دي عبيضة. وانا كنت الان على فاضي. وبتقضي معها احلى وقت. يا سلام. في مكان تاني جين كان في الغابة. وشاف الحيوانات الميتة. وبيلاقي القاتل وراء. بيقول له انا مش مهتم ببيك دلوقتي. او بيودومك على الطلاب. بس اياك تقرب من الحيوانات دي تاني. لاني بحبها. القاتل مش بيرد عليه اصلا. وبيمشي. جين بيشوف تليفون نانا وبيفكر. انا حاولت اخترق تليفونه كتير فح بس بدون اي فايدة. التليفون ده مشفر بالكامل. بس الحاجة الغريبة هي جملة اعداد القتل المقدرة. وتقريبا دي كلها مجرد ارقام عشوائية. تظهر لطفل من الاطفال الموهبين. عن عدد الناس اللي هيتلون في المستقبل. في الغالب في شخص خدع نانا وادهى التليفون ده. عشان تفتكر ان الموهبين مجرد قتل سفحين. ولازم يموتوا. ولكن ده كله كان مجرد كذبة. بس يا ترى مين الشخص ده. وليه بيعمل كده. في الوقت ده الاشخاص اللي بعتوا نانا بيعملوا اجتماع. بيقولوا في اتصال وصل من المدارسين. وبقول الدنيا اصبحت فوضى على الجزيرة. واحنا مكناش متخيلين ان طفلة زي نانا اذلت تقتل ست اشخاص لحد دلوقتي. واحد اسمه تسوروكا بقولهم ايوه انا المربيها على يدي. يا اخي ونعمة تربية الوسخة والله. اثناء كل ده نانا بتقول لها متشرو انت شكلك كويسة خلاص. انا اروحش في الطلاب. متشرو بترد عليها لا لا انا عايزها كتب ظلم معاه شوية. ممكن نلعب ونقضي وقت حلاوة مع بعض. نانا بترد عليها طيب خلاص هروح اخد حمام وادي تاني ها? وبتمشي فعلا. بنرجع لنانا ومتشرو واللي كانوا عاديين بيلعبوا شطرنج والدنيا اخر حلاوة. بس متشرو دمخها فصلت من كمية التفكير اللي في اللعبة. نانا بتسألها هي من هيتو من اللي كانت في مذكرتك? متشرو بتردها لها اوبا يعني انت ريت مذكرتي? نانا بترد لا 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 انا شفتها بالغلط. يا نصابة انت نصابة والله. متشرو بتقول لها زمان من ثلاث سنين كنت في المدرسة عادي. وفي واحد من زماني اللي يتعور جامد. وانا استخدمت قوتي عشان اعاليه. بس اصحابي بعدوا عني وما حدش كان بيكلمني حتى. وكنت واحدة على طول. وفي مرة من المرات لقيت كلبي مجروح. فعلشت بقوتي. والكلبي قام. وفضل ايجي لحواليه. بس فجأة لقيت هيتو من وقفة قدامي. وتسألني انت العلشت الكلبي ده? انا طبعا كنت مرعوبة. وحاولت اهرب. بس هي مسكتتي وشكرتني على علاجه. من وقتها هي تم يفضل التحميل من الطلاب اللي كانوا بترياوه عليها. وصرنا اعزي صحاب. وفي يوم من الايام قالت لي ان امها عندها دور برد. وعايزاني اعالجها. يا سلام. يعني هي كانت بدت مصلح على كفاها. فكرة عربية اسعافة. بس متشن بتقول لها للأسف قوتي مش بتعالج غير الجروح يعني. اللي هي على الجلد زي الخدوش والحروق وكده يعني. هي تم مرادة عليها خلاص خلاص. مش مهم. اهم حاجة انك تكوني واثقة في نفسك. وتعملي اللي بتحبيه. ومن وقتها صرت تعالج الناس مع ابويا في العيادة. بس للأسف بعد ما استخدمت قوتي بشكل كبير اغم علي. وعرفت ان قوتي بتأثر على صحتي بالسلب. ويتحجزت في المستشفى. عشان اتعالج. بس قابلت هيتم هناك. وهنا كانت المصيبة. هيتم كانت مصابة بمرض السرطان. يا خبر يا صحبي. وكانت في ايامها الاخيرة. واخترت تقضيها معايا. وماتت في الاخر. وانا ما دلتش ساعدها. ومن وقتها انا بحاول ادرب نفسي عشان اعالج اي حد بقوتي دي. لانا مصدومة حرفيا. وبتلاقي انا هروح لقوتي. وبتمشي فعلا. وفي طريقها بيشوف نسبة عالد القتل المحتمل لميتشرو. وكانت مية وخمسين الف قتيل. بس انا بتطفى التليفون وبتشغله تاني. والعالد هو هو مش بيتغير. يا خبر. لانا بتنصدم وبتطيح على الارض. وبتحس ان في حاجة غلط. بعد فترة. لانا كانت قاعدة على السرير بتاعها. صار حالة مضيها. وان الاشخاص اللي ربوها بعد مقتل ابوها امها. كانوا بيلوموها على موتهم. وانها السبب في كده. بس فجأة ميتشرو بتيجي ليها. وقتولها اسفل انك دبت عليك من شوية. واني قلتلك اني روحت لكوية عشان اطلب دواء منه. لانا بتفكر دي شكلها لقت حاجة فعلا في قوتي. وكانت رايحة تقول له عليها. بس ميتشرو بتكمل. في الحقيقة في افكار كتير في راسي. وانا عايز ناقشها معاكي. وبتسألها هل العابك كانت على الارض يوم مقتل اهلك. لانا بترد عليها. لا الاوضاة كانت نظيفة بس بتنصدم. اتجمدت مكانها حرفيا. استنى ثواني. انا فاكرا اني نمت من غير ما نظف اي حاجة. مش اللي بتقولها انا متأكدا ان اهلك هم اللي نظفوها. وانت نايمة. وقفلوا الشباك كمان. معنا كده انك مش السبب في موتهم. لانا بترد عليها. انا كنت فاكرا اني سبب في موتهم فعلا. مش اللي بتقولها انت كنت مجرد طفلة. والمحقق خلاك اعتقد كده. لكن ده كله كان مجرد وهم. وبتحضنها في الاخر. يا السلام يا الصداقة. نعم الاصحاب والله. لانا انصدمت بالكامل اصلا. وبتفكر. محقولة. محقولة ميتشرو كانت سرحانة كل الفترة دي عشاني. عشان كان بتفكر في الماضي بتاعي. وبتحاول توصل لاي حالة تساعدني بيها. وانا اللي كنت فاكرا بتحاول تكشي بحقيقة وتفضحني. متشرو بتقول لها سفينة الامدادات هاتيجي بكرة. الىك نروح نشتري اي حاجة منها. وفعلا تاني يوم نانا وميتشرو بيروح يشوفوا اي حاجة من السفينة اللي وصلت يعني. عشان نشتروها. لانا بتفكر انا لازم اجيب هدية لميتشرو. لانا صرنا اصحاب دلوقتي. وبتروح تشوف اي جلم كحيان كهدية. لميتشرو يعني. يا اخي البندي بخيلة فشخ. ابخل من مصطر سلطع. بس فجأة كوية بدر وراها. بقول لها انا عايزك دلوقتي. عشان تساعديني في ايجاد القاتل. لانا بتسأله طب انت لقيت اي اي دليل حتى او اي حاجة. كوية بيرد عليها انا لقيت حيوانات مأتولة في الغابة. وما لقيتش اي حالة تاني. بس يا ترى ايه هو دفع القاتل في قتل ريوجو. لانا بتقول له للأسف احنا عايزين اديلة تانية عشان نقدر نمسكه. والافضل ما نخلهوش يحس بينا. عشان ما يطلش اي حد تاني. وبيمشي مع ميتشرو. وفي طريقهم ان انا بتدي الهدية لميتشرو. وبتقول لها انا جبتلك قلم عشان تذكر بي. يا سلام يا اخي عشان المذاكرة. لا وفي كليتها كمان. ميتشرو كانت فرحة انا. اول مرة حد يديها حاجة. وبتقول لها انا برضو جبتلك هدية. وطلعت مخدة عشان تنام كويس يعني. يا اخي البنتين دولة ابخل من بعض حرفية. بعد فترة انا بتكون نايمة على السرير. وبتفكر اخيرا كونت صداقة مع حد. بس فجأة في حب يخبط على الشباك. وطلع جين انا بتدخله بتقول له اخد اتفضل فوق راسي لامتا. سيب دفحق لي يا اخي. جين برد عليها انا جاي عشان اساعدك يا عبيط انتي. لان قابلت صاحبتك ميتشرو وهي ماشية في الغابة. وكانت رايحة ناحية البحر. وقالت انها رايحة قابل واحد هناك. فسألتها مين الشخص ده بس مردتش عليها. وكملت طريقها. نانا انصدمت. وبتنطلق لناك بسرعة. بس بتفكر استهل ثواني. انا ما عرفش اي حاجة عن موهبة القاتل ده. وحتى لو وصلت ليهم ممكن ما قدرش انقذ ميتشرو منه. انا لازم اخلي اي حد يساعدني. في الوقت ده ميتشرو بتكون بستنيها شخص في الغابة. بس فجأة في شخص غريب بهاجمها من ورا. وبيجرحها في وشها. يا خبر. بيتشرو مرعوبة عن الاخر. وبتسأله انت مين? وبتعمل كده ليه? القتل بيرد عليها. الناس بتقول انك الطف طالبة هنا. وانا عايز اجرب شعور تقطيعك لشرايح. يا نهار الزوح. ده في شخص مختل تاني يا لهوي. اثناء كل ده ان انا بتكون في طريقة ليهم. بس في اتصال بيجي ليها. وطلع الشخص المكلفة بمهمة قتل المرشحين. واسمه سوركة. نيلة جملت مكانها حرفيا. وبتقول له اهلا اهلا بيك يا سيدي. ومش عارف ايه. سوركة بيقول لها شكلك بالطرد اعداء البشر صح ولا ايه? يعني بترد عليه ايوة ما تخافش انا اخلص عليهم بالكامل. سوركة بيقول لها تمام تمام. بس ما تنسيش احنا بعتناك للجزيرة دي ليه? وصحيح احنا حولنا مكافئتك دلوقتي لحساب اهلك. وبقية المبلغ هيتبعت لما تخلص المهمة. وبيعفل الخط. لانا انصدمت. انصدمت على الاخر. وبتقول له نفسها هو انا بعمل اي دلوقتي. مستحيل اكون اي صدقات هنا. وانا هسيب الشياطين دول يقتلوا بعضهم البعض. يا لهوي. نانا نجعت لطبيعتها الشريرة ثاني. بنرجع لميتشرو واللي بتغرب من القاتل. بس بتتشنكل وبتطيح في الاخر. والقاتل بيقرب منها. ويخلص عليها خلاص. ولكن في اخر اللحظة نانا بتتدخل وبتاخل الطعنة مكان ميتشرو. وده هي مش قلت انها مش تتدخل من شوية. بتقول لميتشرو اسفة اسفة اتأخرت عليكي. بس انا اهرفت هوية القاتل الحقيقي. هو الشخص اللي بيقدر يستخرج روحه من جسده. لما بيقدر يخلي روحه يتعدي من الجدران. ويلمس اي حاجة كمان. يا خبر متشرو مصدومة حرفيا. ومش تقدر تنطق باي حاجة. لانا بتكمل هو اللي تسلل لغرفة ريودي. وفتح الشباك عشان يسمع خطاب موغو. وتكون لي حجة غياب. وطبعا ريودي استغرب ان الشباك اتفتح لحاله. والقاتل استغل الفرصة دي. واتلب وحشية. صح ولا اي يا رينترو? رينترو بقول له فعلا. كلامك صح. انا اللي قتلت ريودي. ودلوقتي انا عايز اقتل ميتشرو كمان. ياخي العيل ده مجنون حرفيا. وبقول لان انا الافضل انك تبعدي عنها بسرعة. وبيفضل يطعن فيها. يا خبر. انا بتقول لها ميتشرو انا هاغفله. وانت بتقول لها ميتشرو انت بتعملي انت كمان اهرب من هنا بسرعة. ميتشرو بترد عليها. لا لا مستحيل اهرب وسيبك هنا. نانا بتتعصب جامد. بتصرخ فيها. انت عبي تعملت ولا ايه? انت الفكران اصحاب. انت مجرد كلبة بالنسبة لي. وانا كنت بستغلك. وبس. يا خبر. الكلام نزل كالساعقة على ميتشرو. وبتهرب فعلا من المكان. نانا بتستسلم خلاص. بقول لالقاتل انا كنت عايزة استغلك عشان تقتل اكبر عرض من الطلاب اللي هنا. وهخلص عليك في الاخر. بس للاسف الخطة دي فشلت. بسبب العبيطة ميتشرو. القتل مذهول. يعني كل ده كان من تخطيطك. بس مش مهم. انا اخلص عليك دلوقتي. وهخلص على ميتشرو كمان. وبهاجمها. بس في اخر اللحظة رينترو بيحس لي في حالة بتخنقه. والمفاجئة. كوية وصل لجسد رينترو الحقيقي. وخنقه كمان. افيا الانقاذ. بس للاسف كوية اخر جامد. لاني لا تفشخت. وبتلفظ انفاسها الاخيرة. رينترو بيجعل جسمه بسرعة وبيحاول يفلت من كوية. بس كوية بيرميه على الارض وبيفتكر كلام نانا. وانها قالت له ان ميتشرو راح اتقابل شخص غريب كده. وانا بشك في رينترو لاني اسمعت صوته الداخلي وكان في حالة شريدة جاي منه. وانا هروح انقذ ميتشرو دلوقتي. وانت لازم تلاقي جسد رينترو الحقيقي عشان تخلص عليه. كوية بقول الهاب اللي انا عملته ده. انا سبت مهمتي وهجمت شخص بدون معرفة قويته الحقيقية. وتقتلت في الاخر. له كل ده عشان واحدة حيوتة زي ميتشرو. بس مش مهم. انا قدرت اكون صداقة معها اخيرا. وبتستسلم للموت. بس فجأة ميتشرو بتظهر قدامها وبتحط ايديها على نانا. وبتستخدم قوة غريبة. وبجولها ما تموتيش. انا هنقذك ما ما حصل. انا بتصرخ. انت بتعملي ايه دلوقتي. انت ممكن تموتي. بس للاسف سطها مش طالع اصلا. وميتشرو مش سمعها. بتستخدم كل قوتها لانقاذها. ها لمهولة وعملاقة بتغطي المكان. بعد فترة نانا بتقوم فعلا. بس للاسف. ميتشرو ماتت يا صاحبي. مقابل انقاذها. يا خبر. نانا بتفتكر كل الذكريات الحلوة اللي قضتها مع ميتشرو. وبتعيط عليها. مأساة مأساة بكل المقاييس يا صاحبي. شايف يا صاحبي شايف ده حساب الرسمي. والعالم ولع. ولع حرفيا. عشان نزل الخصم الناري لما منصة تويتر العريقة. ايوة منصة عصفورة يا صاحبي. والمنصة الجديدة هي منصة وكله بيتكلم عنها. واغلب الناس نزلت التطبيق ده. وحرفيا التطبيق ده بدأ ينتشر بسرعة البرق. لان شركة ميتا اللي ماسكة واتساب وانستقرام وفيسبوك عملت التطبيق ده. تخيل كده اقوى تلاتة مواقع السوشيال ميديا متجمعة عشان يتحدى تويتر. ها. ايه الماسك في خطر. المهم التطبيق سهل اصلا اول ما تحمله تدد اسجل بحسابك بتاع الانستقرام. او حساب غير يعني. بس المهم المصلحة لو سجلت بيه. فانت كده متابعينك هيزيده بسرعة. بجد تطبيق اسطوري. وشكله هيبقى خصم قوي لتويتر. هسيب لك لينك التطبيق ده موجود في اول كومنت هناك. حمله كل الناس حملته اصلا وجربته. فجربه يا صاحبي وتابعه هناك بقى. بس كده يا صاحبي. ده كان الجزء الرابع والاخير من الموسم الاول. من اين مينانا. والموسم ان شاء الله هينزي للسنة الجاية. بس الخبر لسه ما تأكدش. ولو نعيوكو في الكومنتات لو عايزين نكامل فيه يعني. وبتنساش الهدية الرهيبة اللي سبتلكو في اول كومنت يعني. ويلا نشوفكو على خير في الفيديوهات الجاية. بيس اوت مان.